السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلومات هامة في علم النفس إذا رأيت شخص يبتسم لك دون أن تظهر التجعيد حول عينيه فاعلم أنه يجاملك إن فتح الفم عند عمل شيء معين فهذا يساعد على التركيز عندما تتخيل أن هاتفك يا رين فهذه علامة على إدمانك للهاتف إن نومك على ظهرك يزيد من احتمال حلمك بالكوابيس إذا أحببت شخصين في وقت واحد فاختر الثاني لأنك لو كنت تحب الأول لما أحببت الثاني الذكريات ليست صحيحة دائما فالعقل يضيف أو يحذف أشياء حدثت بالفعل أثبتت الدراسات الجديدة أن كثيرا من الناس يحكمون على الأشخاص من نظافة حزائهم إن الدماغ لا يستطيع مقاومة الأشخاص الوسيمين إذا كلمت نفسك أمام المرآة فإن ثقتك بنفسك ستزداد إن وضع اليدين في الجيب حين الحديث يدل على الكبرياء إذا أجبت بسخرية على الأسئلة الغبية فذلك يدل على صحة عقلك إذا أغمطت عينيك فإنك تستطيع التذكر بسهولة أكثر إن الإنجزاب للشخص الآخر يستغرق عادة أربعة أشهر وإذا زادت المدة فأنت وقعت في حبه إذا أظهرت أنك لم تعد تشتاق لشخص معين فإنك بالفعل تفتقده كثيرا من المستحيل أن تكتم سرا بداخلك أمام شخص تحبه كلما زاد زكاء الشخص تزداد أحلامه اليومية قرص الأذنين تساعد على تقوية الزاكرة وتحسينها بشكل كبير تستطيع أن تشعر حتى وأنت نائم بأن هناك أحدا يحدق بك لا تستطيع أن تحلم بأنك تقرأ لأن الجزء المرتبط بالأحلام منفصل تماما عن الجزء المسؤول عن القراءة مما يصعب دمجهما إن عقلك يكون في قمة نشاطه في الليل بينما يكون في قمتك سلهي أثناء فترة بعد الظهر أثبتت الدراسات أن اللون الأزرق يساعد على تهدئة الإنسان بشكل كبير أثبتت الدراسات أن المرأة خلال العام تبكي أكثر من الرجل إذا كان لديك امتحان يستحسن قراءة الكتاب قبل النوم مباشرة لأنه يحفظ في الذاكرة طويلة المدى عندما تستيقظ من النوم تكون فاقدا للذاكرة لمدة ثلاث سواني يمكن أليموت الشخص من خلال الخوف لأن الدماغ يفرز هرمون الإدرينالين وكثرة هذا الهرمون تفرز مادة سامة في الجسم إن الأشخاص الخجولين هم أكثر أشخاص جدارة بالثقة الشخص الصامت لا يعتبر خجولا لأنه ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر جنونه وحماسه عندما يبكي الشخص يبدأ العقل بتذكر الأحداث المؤلمة في حياته مما يزيد من بكائه عندما يأتيك شخص تحب في الأحلام يمكن في الحقيقة أن شوق الشخص لك صنع التواصل الروحي بينكما وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته